تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 خلال مسيرة بيبي جوارديولا فاز بعشر ألقاء بطول الدولي وفاز باثنين دوري أبطال أوروبا مع برشلولا وخلال هذه المسيرة رسم صورة جديدة لكورت القدم وما خسر إلا ثلاث بطولات دوري ضد ثلاث مدربين كبار مورينيو كونتي إكلوب وقبل سنوات وضعت مجلة فرانس فوتبول قائمة أفضل خمسين مدرب في التاريخ وكان جوارديولا من التوب 5 وكانت تقول مع استمرار مسيرته على الأغلب ربما ينتهي كأعظم مدرب في تاريخ كورت القدم هذه المكانة اللي صنحها بيبي جوارديولا لنفسه جاءت من خلال بطولاته أداؤه ومن خلال مباريات محددة هي اللي معنا اليوم توب 5 أعظم خمس مباريات في ذاكرة الناس لبيبي جوارديولا نبدأ مع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي واللي انتهت بفوز 2-1 لمانشستر سيتي عا ريال مدريد في إسبانيا في البرنابيو كانت مباراة منتظرة زين الدين زيدان بطل دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات وربعض مع ريال مدريد واللي ما خرج من دوري أبطال أوروبا للاحظتها كان عم بواجه بيبي جوارديولا الرمز الكاتالوني المهم وكانت مواجهة تاريخية كلاسيكية فعليا بين رمزين كلاعبين ومدربين لناديين عملاقين في إسبانيا ذهاب دور الستة عشر في 2019-2020 قرر بيبي يخترع فكرة جديدة وهو اللعب باثنين مهاجمين وهميين في نفس المباراة اتفاجأوا الناس لما بدأ اللقاء إنه جيسس عم بلعب جناح ما عم بلعب مهاجم ومحرز بلعب جناح ليكون برناردوسيلفا وديبرون مهاجمين وهميين لدقائق طويلة من القنة هالاثنين اللي ورحهم بالأمام عملوا ضغط كبير عقلوب دفاع ريال مدريد صعبوا عليهم كثير الصعود بالكرة ريال مدريد حاول اتعامل مع هذا الضغط بشكل ناجح كان اسكو مودريتش كاسيميرو بيقوموا بأدوار كبيرة وواجهوا وتقدموا بهدف لكن في النهائي مانشستر سيتي في مباراة الشترنج اللي كانت بين جوارديولا وزيدان بينتصر اتنين واحد والناس بتنظر لجوارديولا إنه حول مانسيتي لفريق قادر يلعب مباريات كبرى في أوروبا وينتصر فيها طبعا مانسيتي كرر الفوز بالقياب واتأهل في ذلك المواجهة الرعب مباراة ثانية برشلونة خمسة ريال مدريد لا شيء زينا بنعرف في موسم 2009-2010 ذهب فرونتينو بيريز واشترى لاعبين كثيرين رونالدو كاكابنزيما عشان يواجه الرعب الكتالوني اللي قادم مع جوارديولا الفائز بالسوداسية في 2009 الموسم الأول تحت قيادة بلغريني ما صار اللي بدو يا بيريز فقرر يستعين ببطل الثلاثية جوزي مورينيو اللي فايز فيها مع الانتر واللي هازم برشلونة ومطلحهم بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكان اللقاء الأول بين جوزي مورينيو وغوارديولا في كلاسيكو كان وقتها إذا بلش ما حدا يشوف مباراة ثانية ريال مدريد كان جاي من فترة ممتازة في بطولة الدوري 12 جولة بلا أي خسارة مجمع فيهم 32 نقطة التوقعات كانت تقول والله هاي المباراة تعادل فوز بهدف لأحد الفريقين رغم إنها بالكامل لكن أول ما بلشت المباراة ظهر وكأنه في فريق واحد بأرض الملعب الكرة فقط بأقدام تشاف وإن يستعم بيتلاعب وبشكل غريب جدا في لعبة ريال مدريد اللي بيعجزوا عن افتكاك الكرة وانتهى اللقاء بخماسية نظيفة لبرشلونة نتيجة ساحقة شعار الجميع بإنها كسرت ريال مدريد لكن نعرف إن ريال مدريد قدر يفوز بالكأس في تلك المباراة لكن بنفس الوقت تلك النتيجة في 2010-2011 فهمت الجميع إن برشلونة قوة مرعبة مذهلة عشان توقفوا ما بتحتاج بس لعبين ومدربين كويسين بل محتاج مباريات خارقة عشان توجههم طبعا من القصص المضحكة عن ذلك اللقاء قبل المباراة برشلونة كان فايز على ألميريا بثمان أهداف مقابل لا شيء وسألوا رونالدو عن النتيجة قالوا خلينا نشوف لو يسجلوا عدد الأهداف هذه في مرمانا طبعا برشلونة سجل خمسة وبالتالي رونالدو كان على حق ما سجلوا ثمانية والروح على مباراة ثالثة مباراة غوارديولا فيها حق مخه كثير عشان يتأهل بارم يونيخ يوفنتوس لقاء العودة في لقاء الذهاب رجع بارم يونيخ بنتيجة طيبة 2-2 متعادل في تورينو بس في لقاء القياد يوفنتوس بيصدم بايرن بيقدم شوط للتاريخ بيسنجل هدفين وهدف ثالث صحيح يتم إلغاؤه وبتظل النتيجة 2 مقابل لا شيء حتى الدقيقة 72 الجميع اعتقد أنه أهداف بوكبانك وادرادو أضاحت بيبي جوارديولا لكن في الدقيقة 73 ليباندوفيسكي سجل الهدف الأول وفي الدقيقة الأخيرة باتريس إيفرا بيحاول يصعد بالكرة وبدل ما يشتتها صح أعطاه للاعب بارم يونيخ اللي حولها على طول لمنطقة الجزاء وتوماس مونر بيسجل التعادل عشان تروح عشوات إضافية هناك ظهر فارق الدكه الواضح ما بين بايرن ويوفنتوس وانتصر البايرن 4-2 في ذلك اللقاء بعدما جوارديولا طورت واللي هو كان مدرب بايرن بيونيخ يقال أنه غير شكل الفريق ثمن مرات خلال المواجهة على سبيل المثال كان ألابا مبلش ضهير عيصر حوله قلب دفاع وكان مبلش بتشابه ألونسو كارتكاز وانتهى اللقاء بأنه فيدال هو الارتكاز وخلال اللقاء كنا نشوف ريبري عم بتحول لاعب وسط خلف المهاجمين خلف ليفا ومولر غير كثير بالشكل في وضع خلى الناس تفهم أنه عشان تهزم جوارديولا لما تكون معاك كل الأدوات محتاج مباراة بدون غلطة إيبرا الروح على مباراة رابعة معنا شخصيا أعتقد أنا أنه برشلونة 2011 كان أقوى من برشلونة 2009 رغم أنه برشلونة 2011 جاب خماسية و2009 جاب سداسية 2011 كان أكثر ثقة بنفسه أفراده كانوا أكثر نضجا وخبرة وكانوا أسرع وكانوا أكثر شراسة وهذا الشيء كله بيعرفوا فيركسون في 2009 وفيركسون في 2011 واجه مانشستر يونايتد مرة ثانية برشلونة في نهاية 2011 والجميع كان يتوقع أنه ممكن مان يونايتد يعمل شيء هالمرة ذلك اللقاء انتهى بفوز برشلونة 31 سدد برشلونة 12 تزديده بمقابل تزديده وحده سددها مان يونايتد سجل منها هدفه الوحيد ولم يستطع مانشستر يونايتد أنه يحصل على أي ركل ركنية كان لقاء من طرف واحد تماما برشلونة بيهجم بيتفنن ومان يونايتد بيحاول يصبت فقط أيضا انتشرت مقاطع فيديو لسير أليكس فريكسون وإيديا عم بيرجفه من كمية التوتر اللي عاشوا في تلك المواجهة تلك المباراة كانت قمة الكمال الكروي ربما كانت أفضل مباراة فنية قدمها جوارديولا فريكسون بعد اللقاء قال لقد نومونا مغناطيسيا لأنهم ما كانوا حسين شو بصير فيهم بس بلحقوا الكرة خلونا نروع على المباراة الأخيرة وهي أهم مباراة بلا شك في مسيرة جوارديولا في صحوة وسيطرة برشلونة ريال مدريد 2 برشلونة 6 تلك المباراة اللي صنعت ليونيل ميسي المتوحش تهديفيا بعد ذلك اللي صنعت جوارديولا كمرعب للجميع ابنحكي عن موسم 2008-2009 في الجوة 34 الريال مدريد بيجي من سلسلة رائعة بواجه برشلونة من 18 مباراة ريال مدريد كان فيه السبعة عشر ومتعادل واحد مع أتلتكو وكان الفارق بلش يتقلص بينه وبين برشلونة في السباق الدوري لمستوى اعتقد كثير ناس انه ربما يعملوها ويقلبوا للسباق ويفوزوا باللقب وتقدم ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء فأصبحت الأمور منطقية سانتياغو برنابيو ريال مدريد بعيش فترة جيدة وبيتقدم حيفوز لكن شوي شوي انتبه الجميع انه لينيل ميسي ما بيلعب جناح كما كان وقتها بل كانت تلك أول مباراة بيلعب فيها كمهاجم وهمي قلوب دفاع ريال مدريد مش عارفين شو يعملوا يراقبوا ميسي ولا يراقبوا مين ما فيش حدا يراقبوا عندهم وأصبح الدفاع فيه خلخلات غريبة وهدف ورا هدف لتنتهي المباراة بستة اثنين وخرجت تصريحات عديدة على اللاعبين ريال مدريد لاحقا قالوا ما كنا عارفين شو قاعد بصير في الملعب ولا لاعب كان فاهم شو لازم يعمل أمام هذا المركز الجديد اللي بيلعب فيه لينيل ميسي والأدوار المختلفة اللي عم نشوفها حاولنا بين لعبين برشلونا البعض بيقول أنه فيلانوفا هو اللي أخبر جوارديولا أنه حان الأوان الآن أنه نحول ميسي لمهاجم وهمي وأنه هذا حيفيدهم كثير بفكرة الاستحواذ وخلق مساحات وضرب دفاعات الخصوم وجوارديولا طبق الفكرة بس طبقها بشكل رائع أرعبت الجميع ست اثنين أعتقد شخصيا لو لها لما كان فيه سداسية ولا كان فيه غيرها لأنه بعد ذلك الجميع صار يلعب مع برشلونا وهو أمله الوحيد أنه ما يخسر ست اثنين برشلونا غوارديولا كان حالة رعب بلا شك وغوارديولا بكل فترة وفترة بقدم مباريات بخلي الجميع يقول ما يقول هذا الشخص بيفكر زينا في كرة القدم والجواب الواضح طبعا أنه لا بيفكر غير عنا جميعنا وشايف شيء كثير ناس مش شايفينه نوصل هون لنهاية هاي الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك و تويتر انستغرام و تيك توك والسلام عليكم و رحمة الله